موسيقى موسيقى نساء الغير من القاهرة والناس نشر إخبارية جديدة إليكم أبرز عنوينها تحذيرات الرئيس من الطائفية في الرياض الاعلام الغربي السيسي وترامب حلفاء أقوياء قوتنا المسلحة توزع مليوني عبوة غذائية رحيل شريف حتاتة أبرز مفكر اليساري المصري وإليكم تفاصيل النشرة استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب هكذا وصفت صحفة الأجنبية والعربية خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإسلامية الأمريكية التي استضفتها الرياض خاصة عندما تحدث دون مواربة عن ضرورة التصدي للدول الرعية للإرهاب مؤكدا أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما من يموله ويوفر له ملاذا آمنا ويمنحه الغطاء السياسي بالإضافة إلى تأكدات الرئيس على ضرورة عدم جر المنطقة لصراعات طائفية قائلا ليس بخاف عليكم أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة وممولة تمويلا واسعا لتفكيك مؤسسات دولنا وإغراق المنطقة في فراغ مدمر وفر البيئة الميتالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف شعوبنا في صراعات طائفية وعرقية هذا واهتمت العديد من وسائل الإعلام بتفاصيل القمة التي جمعت الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترانف بالعاصمة السعودية مشيرة إلى أن الزعيمين جمعتهم علاقة ود وصداقة في وقت قصير وفي تقرير لها قالت وكالة أنسا الإيطالية إن الرئيس الأمريكي لم يتردد في قبول دعوة الرئيس المصري لزيارة القاهرة لما يجمعهما من قبول وتفاهم متبادل في العديد من القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما قالت قناة تراي في تعليق لها على قمة الرياض إن السيسي وترامب تبادل المجاملات الاجتماعية وناقش كذلك العديد من القضايا قبل انطلاق فعاليات القمة للاتفاق على الخطوط العريضة وأبرز الملفات وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب مشيرة إلى أنهما حلفاء أقوية يجمعهما التوافق والود 240 مليار جنيه مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة هذا ما كشف عنه شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بقاعة المؤتمرات مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 70 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية وموضحا أن معارض أهلا رمضان تصل لمائة واثنين وعشرين معرضا والبيع فيها بسعر التكلفة وأن سياسة الحكومة هي الاستمرار في توفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة متوقعا أن يشهد السوق انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع والمنتجات هذا وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين وأجهزة ومؤسسات الدولة جهدها لرفع العب عن كاهل المواطنين عبر ترحي مليوني عبوة غذائية بأسعار منخفضة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا وذات الكثفة السكانية العالية حيث يتم بيع العبوة التي تحتوي على السلع والمواد الغذائية الرئيسية بواقع 25 جنيها بدلا من 87 جنيها قيمة تكلفتها الحقيقية وهي المرحلة قبل الأخير من إجمالي 8 ملايين عبوة تموينية تم تجهيزها وتوزيعها على دفعات بمختلف المحافظات زيادة في أعداد السائحين فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ خلال شهر مارس الماضي أكثر من 650 ألف سائح بنسبة زيادة قدرها 48.6% على الشهر السابق وقال جهاز الإحصاء أن منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إفادا للسائحين فيما سجلت أوكرانيا أكثر الدول إفادا للسائحين خلال شهر مارس رحيل أبرز مفاكري وكتاب اليسار المصري فقد رحل عن عالمنا الدكتور شريف حتاتا عن عمر يناهز 94 عاما وهو طبيب وكاتب وروائي شغل موقع عضو مجلس أمنا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وله الأعديد من الأعمال الأدبية والسياسية وأدب الرحلات ومن أبرز كتاباته فكر جديد في اليسار والعولمة والإسلام السياسي وفكر اليسار وعولمة رأس المال ومن أعماله الروائية العين ذات الجفن المعدني والهزيمة والشبكة وقصة حب عصرية ونبض الأشياء الضائعة وعمق البحر وعطر البرتقال الأخضر نشرتنا انتهت إلى لقاء في نشرة أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة